ناس بتتكلم طبعا عن الصفقات والحديث لها قطع قصة بتاعت موليكا ايه ماتت ولا ما ماتتش قصة بتاعت موليكا ما ماتتش بنسبة يعني 100% هي نامت يعني المفاوضات نامت شوية لكن مش ميتة لانه الاهلي برغبة كولر عايز موليكا والناس هناك كمان طلبين أليو ديانج فالقصة دي مخلية شوية فيه أمل فيه الصفقة الأمل منتهاش وبالتالي مسألة جس النبض فيها مازالت مستمرة وهي كانت وقفت أصلا عشان المقابل المادي فطاقع ان يكون فيها جديد اه انا عارف انه الوقت بيكون بدري بس يعني انت فاهم وانا فاهم لان انا وانت خلاص بينا عارفين القصة مفيش فريق الا وفريق كبير بحجم النادي الآلي الا وبيعمل شغله من بدري وبالتالي لما فيه صفقة انت بشتغل عليها هتقولي في شهر اربعة في شهر خمسة في شهر اتنين في شهر تلاتة تبشتغل لحد ما تجاهز نفسك شاء الله ما تخشي سوق الانتقالات على الاقل لو الصفقة دي ماتت منك خالص او خلاص موضوع بقى حتمي لأ تعرف تتحرك في الفترة اللي جاء على طول بعد ما انتهي الموسم خاصة ان احنا الموسم ده كمان حيخلص بدري ودي ميزة كويسة دي ميزة كويسة ما توجدت لناش بقالنا سنين طويلة فيه على صعيد بطولة على صعيد بطولة الدوري والكاس يعني طيب